منذ صباح هذا اليوم تعرضت مدن وبلدات الغطاء الشرقية لأكثر من خمسين غارة جوية أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحة آخر هذه الغارات تعرضت لها مدينة عربين غارتان جويتان محملتان بأربعة صواريخ استهدفت الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين كما نلاحظ هنا الدمار الذي خلفه هذا القصف طبعا هذه المنطقة إحدى أكثر المناطق المكتظة بالمدنيين التي تعرضت اليوم لهذا القصف طبعا الدفاع المدني تحدث عن سقوط عدد من الجرحة في هذه المنطقة الآمنة وتم نقلهم إلى المشافي ولا تزال طبعا عمليات البحث جارية كما نسمع أصوات القصف على الغطاء الشرقية تكاد لا تهدأ غارات جوية طائرات استطلاع قذائف تتساقط على مدن وبلدات الغطاء معنا هنا أحد المدنيين ليحدثنا عن هذا الاستهداف منذ صباح هذا اليوم اليوم تقريبا بالغوطة الشرقية أكثر من خمسين غارات جوية على مناطق ومدن بلدات الغطاء الشرقية أكثر من ألف وخمسمائة قذيفة هاون استهدفت الأحياء السكنية عربين اليوم أكثر من أربعة غارات جوية لحد الآن منذ خمس دقائق إلى الآن عدد كبير من الجرحة وشهداء من تحت الأنقاض حالة مأساوية اليوم وأمس واليوم بالغوطة الشرقية إذن مئات الخذائف والغارات الجوية تتعرض لها مدن وبلدات الغطاء الشرقية وتتركز على المناطق السكنية يمان السيد أوريانت نيوز ريفو ديمشق